موسيقى بسم الله الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله القرآن مأدبة الله والناس تسارع إلى قراءته وتسارع إلى كثرة ختمه وتسارع إلى العمل بأحكامه وتسارع إلى بالتداوي به فتجد باب القرآن يفتح بالفاتحة تسائل نفسك ما سر البدء بالفاتحة هذه الصورة المكونة من سبع آيات ما سر تسميتها بالفاتحة وما السر أنها باب القرآن أولا هي أعظم صورة في القرآن وأنها أم القرآن وأنها أم الكتاب وأنها السبع المثاني وأنها الشافية وأنها الكافية وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى هي الحاوية لأهداف القرآن كل ما يوجد في ستين حزب يوجد في الفاتحة وهي المتقدمة ولا يستطيع أحد مهما بلغ من منصب أو جاه أو مال أو وأو أن يتقدم على أمه فهي الأم وما بعدها تبع لها هذه الصورة تعالج محاور ثلاثة تعالج محور العقيدة وتعالج محور العبادة وتعالج محور الأخلاق كيف تعيش على الصراط المستقيم هذه الصورة تراسلنا وتبعث لنا يوميا عند كل قراءة وعند كل صلاة مجموعة من الرسائل أشبه بالهاتف عندما تأتيك رسالة تسارع إلى فتحها هذه الصورة بالله عليكم ما هي الصور ما هي الرسائل التي تبعثها لنا انتبه معي إلى هذه الرسائل واحد أكثر من قولك بسم الله ابدأ حياتك ابدأ ركوبك ابدأ لبسك لثوبك ابدأ طعامك ببسم الله أكثر من شكر النعم بالحمد لله أكثر من الإخلاص لله إياك نعبد وإياك نستعين والضمير المنفصل في محل نصب مفعول به إذا تقدم الضمير المنفصل على الفعل دل على الحصر والقصر وكلا نقص عليك من انباء الرسل شبيهه إسعى على أن يكون لك صحبة صالحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم احذر رفقاء السوء وهم الذين جاءوا بعد حرف الاستثناء غيري غير المغضوب هذا صنف والضالين صنف آخر عش مع أسماء الله الحسنى ولو سألت أحد المتابعين وأحد المستمعين كم يوجد في صورة الفاتحة من اسم من أسماء الله الحسنى ربما لم يفكر يوما في هذا المطلب ولم يفكر في هذا السؤال أن يجد له جوابا بحثا في الصورة التي يتعبد الله بها سبعة عشر مرة يوجد أكثر من ثمانية أسماء وعدها تجدها إما اسما الله الرحمن الرحيم أو تصريفا للفعل إياك نعبد المعبود إياك نستعين المعين اهدنا الهادي أنعمت المعين إذن تجد أسماء الله إن لله تسعا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وقال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هل نحن ندعو بأسماء الله الحسنى؟ هل نحن نقول يا رزاق؟ يا وهاب؟ يا جبار؟ يا منتقم؟ ربما لا نقول ذلك ربما لا نجد العلم أو التنبيه أننا يجب أن نستفتح دعاءنا بأسماء الله الحسنى من أساسيات الرسائل التي تبعثها لك سورة الفاتحة استعد ليوم الدين ملك يوم الدين استعد إلى المرور على الصراط المستقين وإن منكموا إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ثم أهمية الدعاء وفي هذا القدر الكفاية ونتابع رسائل سورة الفاتحة في حصة أخرى بإذن الله فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين بالله زادنا الله وإياكم للقرآن قراءة وتدبرا وعملا وقياما بحقوقه وحروفه آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة